اختيار النوع الصح من العصفير هو اللي ممكن يحقق لك اكبر قدر من الاربوح وفي الحالة دي تقدر لما بتختار عصفير صح او انواع عصفير صح هي دي اللي هتقدر تقول ان انا بستثمر فيها فلوسي اليومين دول يا جماعة هي اكتر فطرة ممكن ان انت تشتري فيها عصفير ولكن انك تشتري عصفير هي مش الفكرة انك تشتري عصفور ولا اتنين ولا تلاتة ولا حتى مية وخلاص اهم حاجة وانت بتفكر ان انت تعمل مشروع يعني تربح منه من طيور الزينة او العصفير انك تعرف انواع الطيور اللي ممكن تحقق لك اكبر كمية من الربح وتقدر تقول وقتها انا بستثمر فلوسي صح السوق بيبقى احيانا مليان بعصفير واحيانا بتغرينا قوي شكل العصفير اللي موجودة فيها وانت كهاوي جديد ما بيبقاش عندك خلفية واضحة او صورة واضحة للعصفور اللي ممكن يكسبك او العصفور اللي ممكن يخسرك وهنا انا بتكلم مع الهواء اللي بتستثمر فلوسها في العصفير ما بتكلمش عن هاوي حابب الهواية من باب الهواية فقط ان هو يسمع صوت عصفور حل يستمتع بانتاج ان هو بيده وباضه والكلام ده كله وفي الاخر ممكن ينزل يبيحهم زي ما هو عايز يبيحهم كسب خسر ما بتفرقش معاه لا النهاردة انا بكلم الهاوي اللي هو بيحب يستثمر هويته وفلوسه في العصفير عشان كده النهاردة فيديو النهاردة هكلمك على افضل انواع العصفير اللي ممكن تقدر تستثمر فيها فلوسك وتحقق منها قدر كبير من الربح وانت متطمن ولكن زي ما سمعتوا مني في اول الفيديو الفطرة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هو بدايات شهر تمانية لغاية ممكن لغاية اخر تمانية هي فطرة مناسبة قوي لشراء يعني انت تنزل تشتري عصفير وانت متطمن طب ليه اولا الجوي الى حد ما معتدل احنا عدنا فطرة الحر يعني خلاص ابتدى الجوي شوية كده يتغير فعندك العصفير هتكون ملامحها واضحة بمعنى ايه ملامحها واضحة يعني مش هيبقى عندها اجهاد الحراري الواو اللي كان الاول مش هتلاقي نزلات البرد الكتيرة مش هتلاقي القلش اه عندنا قلش في عصفيرنا كتير ولكن ابتدى يقل القلش شوي فالفطرة دي تقدر لو بتفكر انك تستثمر فلوسك في عصفير يبقى في الفطرة دي تنزل تشتري لان الاسعار هتكون الى حد ما معتدلة ولكن نصحتي لما تيجي تشتري عصفير لازم تخلي بالك من شوية حاجات واحنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير انك تخلي بالك تبص على المجمع تبص على الريش تبص على الكير تعرف السن المنسب ولكن انا النهاردة هكلمك على انواع العصفير اللي ممكن تقتنيها تحقق لك ربح في الايام اللي احنا فيها دي من اول الحاجات انت لازم تعرف البجد اللي معاك او الفلوس اللي معاك هتجيب لك ايه هتجيب لك حاجات شعبية ولا هتجيب لك الحاجات الواو اللي هي عالي نصحتي لو انت لسه بتبتدي في هويتك ما تبتديش بالحاجات العالية اوي لسبب لانك انت لسه بتاخد بتتحسس الطريق او بمعنى اصح بتبتدي تتعرف على مشاكل العصفير سواء بقى من امراض سواء من وجبات سواء من فيتامينات سواء من ادوية حاجات كتير خلاص انت متمرس في الموضوع ده يبقى انا هقول لك دلوقتي افضل انواع العصفير اللي ممكن تشتغل فيها وانت متطبع لو هنتكلم على الحاجات الشعبية شوية او اللي هتبقى ماسك فيها عصيتك من النص اللي هي هنبتديها مثلا من الروز الروز نصحتي لو هتشتغل في الروز لازم تتحمل صوته المزعج جدا صوته مزعج جدا تكلفته مش العالية اوي ولكن هتشتغل في الروز والفشر من انواع معينة وانا النهاردة بنصحك بالروز اللي هو الابلاين الروز الابلاين الابورنج اوبلاين هو ده تقريبا اللي ماسك سعر حلو وعليه طلبيات كتيرة وانت لو بتشتغل فيه انك هتستغل الفلوس فانت ما بتتكلمش على قص ولا اتنين اقل حاجة هتشتغل فيها هي خمس قصوص تمام كده الخمس قصوص اللي هتشتغل بهم دول هنقول له هيتطلع في كل عشرة انا بتكلم على الروز والروز مثلا الابلاين لازم تكون تاخد سنه كويس ممكن اليومين دول تاخد السن اللي هو داخل عدة مرحلة الشبابات لان احنا خلاص ابتدينا نجهز طيورنا لموسم الانتاج او بنجهز طيورنا لموسم الانتاج ولكن شطرتك ومشكلة ان الروز بصفة عامة والفشر بصفة عامة برضو ان بيصعب يعني صعب علينا شوية تحديد الزكر من النتاية ودي بقى بترجع بقى ان انت تشوف فيديوهات كتيرة بتاعرف فيها وانا هباقول لكم في الفيديو الجاي زي تعرف اتذكر من النتاية ولكن بتحتاج خبرة معينة مننا وبرضو لما بتشتغل في الروز الابلاين حاول ان انت تجيب الروز الابلاين اللي هو سبغاته قوية في اللي هو العادي الروز العادي اللي هو النص الكاب برضو ده شغال ولكن هتشتغل فيه اللاتيني او الالبينو ابعد عن الالوان اللي هي الاخضارات والكلام ده كله والازرق لان في الغالب الطلبيات عليهم ما بتبقاش كتير الالوان دي مش مطلوبة فتشتغل على اللاتيني والالبينو وطبعا زي ما انا قلت في اول الفيديو كده هنشتغل على الروز الابلاين اللي هو اورنج اورنج اوبلاين ده بيبقى برضو مواصفاته معروفة ولو حد مش واخد باله من مواصفاته انا ممكن اعمل فيديو عن ازاي تختار الروز الابلاين انا عن نفسي جبت مجموعة من الروز الابلاين وانا كنت جايباهم شبابات يعني كانوا سعرهم لما خطوهم شبابات كان سعرهم الاربعة اعتقد الف وربعمية تمام كده لما بتعمل انت بقى عمليات التزاوج في العش هيطلع لك تلاتة اربعة ودي رزق ربنا اللي يعلم بيه بس سعره في اللم وفي التداول سعره الى حد كبير حلو جدا جدا على فكرة الروز الابلاين اللي عندي ده عين حمرة انتاجه بيبقى حلو وتفريخ الروز الابلاين ما بيبقى الصعب وبرضو هبقولكوا في فيديو بعد كده ازاي بتعمل توالف وازاي تعمل زيجة كويسة في تيور الروز والفشر تمام؟ اكله مش هيكلفك كتير بس هو بياكل مش مبياكلش بياكل فبرضو تعمل حسابك ان الاكل مسلا ممكن يكلفك اكله لوحده وكده ممكن في الشهر يكلفك في حدود من مية لمية وتلاتين يعني بجانب الوجبات الطريق فكده اول باند ممكن تشتغل فيه وانتا مطا من الروز الاوبلاين الاورنج او تشتغل فيه الالوانات الفتحة زي اللاتيني والالبينو بس تستحمل زي ما انا قلت الصوت العالي منه صوته مزعج جدا جدا يعني تمام آآ تاني حاجة ممكن تشتغل فيها تشتغل فيه لو عايز تشتغل دلوقتي احنا بنشتغل على دول اكتر حاجة شغالة دلوقتي اللي هو دول اكتر حاجتين ممكن تشتغل فيهم لو هتشتغل على البدجي هنبتعد شوية او هنبتعد كتير عن الالوان العادية العوادة اللي احنا بنسميها كهواة آآ العوادة العوادة دي اللي هي البدجي العادي ما بيجيبش بص ممكن يصرف على العصافير دي يعني لما بتجيب لك تلات اربع قصوص بتطلع انتاج ممكن تصرف على الحاجات اللي اعلى منها شوية زي الروز مسلا اللي هو الاوبلاين او الفشر وزي الكفرة التالتة اللي انا هكلمكم عنها فمعنى كده انك انت ممكن تشتغل اهو اول حاجة في الروز اللي هو الاوبلاين سعره كويس حتى فيه اللم سعره كويس بس يعني يعني بتمنى ان انتو تعرفوا حد يكون بياخد منك ودي بتحتاجها بقى انت كهاوي في لو عندك كميات اشتغل بيها اه ان انت تديها لتاجر يكون بيلم ويكون هو الايد الاولى هتاخد منها ربح ان شاء الله باذن الله ربح كويس ومردي تماما ان شاء الله تمام كده طيب ادي الروز والروز اللي هو الاوبلاين هتشتغل بيه هتشتغل فيه البلاكات بالنسبة للعصافير البدجي وممكن تشتغل شوية اه بالا اللي هو الفالو والدان فالو برضو هيبقى حلو معاك ولكن الدان فالو والفالو ليه شروط معينة برضو لو هقولكو في فيديو جاي ازاي تشتغل في الفالو والدان فالو ولكن حاليا السوق طالب البلاك اه فيس وبلاك وينج والبلاك بصفة عامة وسعرها حلو قوي بس ان انت تقدر تتحصل على ونصحتي متاخدش قصوص شغالة اخد قصوص اه لسه شبابات لسه قدامنا شهر عمال ما يعني اه تمر الشهر ده ان شاء الله ممكن على دخلة الشتاء تقدر تنتج منه والناتج بتاعه بيبقى مطلوب وسعره في السوق حلو جدا هنيجي للحاجة اللي انا يعني متعودة عليها ومربيها وعلى طول عندي في قناتي وانتو معايا عارفين الكلام ده الكوكتيلات الكوكتيل من الحاجات اللي ماسكة سعر حلو يعني لما بينزل بينزل خمسين جنيه بيطلع مية جنيه يعني برضو اللي عايز يشتغل في الكوكتيل يشتغل في الكوكتيل حلو جدا شغله ولكن هقولك على حاجة ما تحاولش ان انت تشتغل في الحبشي او الرماديات الحبشي او الرماديات اصلا ما بحبش اقول كلمة حبشي ما فيش حاجة اسمها حبشي هو رمادي اللي حابب يشتغل به بيشتغل به تحضين يعني مثلا مثلا لو انت حابب ان انت وسعره حلو على فكرة الكوكتيل وخصوصا الكوكتيل الالبينو واللاتيني دول في الغالب مسكين سعر حلو انتاجهم برضو بيبقى حلو هو الالبينو وهو بس اللي انتاجه صعب شوية او رزل يعني ممكن يبيض والكلام ده كله ممكن ميرقودش على بيت وممكن كمان البيض يفك ان شاء الله على خير وبرده ما يأكلش وفيه منه حنين ولكن بنجد كمعظم الهواية بتجد صعوبة في الانتاج من الالبينو فعشان نتحايل على الموضوع بنجيب قصوص خدم بقى لقص الالبينو اللي مرفه ده وبنخليه يحضن على البيت انا احيانا بعمل ايه باخد بيت من الالبينو انا عندي قص واحد الالبينو على فكرة اه باخد منه البيت بتاعه وبحضنه تحت لاتيني والحمد لله اللاتيني بيأكل الزغالية الحلو وبيحضن على البيت حلو والحمد لله بيطلع منه انتاج مردي تماما لان برضو انا بجوز الالبينو للاتيني العين الحمرة الاتنين حمرة عين حمرة فبيطلع الانتاج ولله الحمد كويس وخصوصا لو هتجيب البيت وعندك لاتيني فما انت ممكن تعمل جوازها حلوة قوي انك تجوز دكر البيت تجيب دكر البيت وتجوزه للاتيني برضو عين حمرة ان شاء الله ان شاء الله بيطلع لك في الانتاج حتى على اقل من تاني عيش زكور او اناس البيت ودي بتبقى اسهل طريقة انك تتحصل على البيت كوكاتيل الكوكاتيل ماسك سعر حلو قوي الحبشي اللي هو مش قد كده او الحبشي الرمادي مش قد كده في السعر ولكن برضو سعره مش وحش كبداية ليك كهاوي سعره مش وحش انا بعتبر حاليا دلوقتي ان الكوكاتيل اللاتيني دخل في الحبشيات لان فيه فيه انواع كتيرة من الكوكاتيل تفارات كتيرة من الكوكاتيل افضل بكتير ولكن بتبقى مطلوبة تداول اكتر مما هي مطلوبة كلام ولكن انتك عايز تستسمر وتشغل فلوسك وتجيب دور الانتاج لحد ما سريعة وعندك كمية كبيرة من العصافير انا قلت اللي عايز تستسمر في طيور الزينة مش هيقدر يحقق ربح من قص او اتنين خلي بالكو جماعة مش اقل من خمس قصوص عشان تقدر تحقق تحقق منها ربح ورأيي برضو وقلولي في التعليقات ايه رأيكم ان احنا لو احنا لما بنجيب قص او اتنين او خمسة افضل من عشرين قص اه مش عليهم الطلب وهيكلوا مني كتير وهيخسروني فمجمل كلامي اشتغلوا في ثلاث انواع دول اه لكل اختيارات عايزين تشتغلوا من ثلاث انواع مع بعض او كده هيبقى جميل جدا معاك سيولة اقل اشتغل بنوع واحد منه برضو هيحقق لك ربح كويس بس مش هلكون اقل من اه مثلا هو الخمسة في المعقول عشان كل عش مسلا ان شاء الله يطلع لك اربع بضد حد قدنى في الخمسة يعني عشرين يعني تقدر تمسك منه فلوس وتصرف تاني الاكل الغالي ومراعية العصافير دي ادوية وفيتامين وما شابه واكل الاكل برضو بقى مكلف هيبقى حاول ان انت على قد ما تقدر ان انت تختار نوع من الانواع دي وتشتغل فيها والانتاج حاول ان انت تطلعه بدري بدري بحيس ان انت ما يتركمش عندك حاجة انا عن نفسي والله بقى لي فترة طويلة للأسف ما طلعتش حاجة من العصافير اللي عندي لسبب لان الاسعار مش عجباني تمام سوى تداول سوى لما او كلام ده كله مش عجباني لان الناس كانت متخوفة من موجة الحر اللي احنا فيها دي فمنزلين الاسعار جدا جدا وكلكم تبعين الاسواق وشايفين الكلام ده كله فمش معنى ان الاسعار دلوقتي واقعة او السوق دلوقتي مش حلو ان هتستمر على كده استنوا لغاية اول تسعة او نص تسعة الاسعار هتختلف تماما سواء في التداول او في اللم وحتى في الشراء هتلاقي انت رايح تشتري في شهر تسعة الاسعار مختلفة وعالية قوي قوي عن الشهر اللي احنا فيه دلوقتي فجربوا كده واستوعبوا الكلام اللي انا بقوله لكم وان شاء الله يوفق الجميع يا رب لكل خير وتستمتعوا بالهواية بتاعتنا شوفكوا على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي ما تنسوش اللايك وشير والاشتراك في القناة